نعم الزوارق الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن إطلاق قذائفها تجاه شاطئ بحر غزة وكذلك تجاه شاطئ بحر شمال القطاع البحرية الإسرائيلية تخشى أن يكون هناك عدد من المقاتلين التابعين لعناصر من كتائب القسام أن يتمكنوا من اجتياز السياج البحري والتقدم نحو عسقلان ومستوطنة زكيم هذه القاعدة العسكرية المحاذية لشمال القطاع لم تتوقف الزوارق الحربية الإسرائيلية من إطلاق قذائفها ونيرانها تجاه الشاطئ حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا القصف من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية وأيضا الطائرات الحربية لم تتوقف من التحليق في أجواء القطاع وإطلاق صواريخها تجاه أهداف مختلفة في قطاع غزة وفي هذه اللحظات أيضا تقوم بإطلاق قنابل إنارة في أجواء الحدود الشرقية للقطاع هذه المناطق التي يتم فيها إطلاق هذه القنابل تقوم بإضاءة المكان وتقوم بإضاءة الحدود الشرقية بشكل كامل إما لإيجاد إضاءة واضحة أمام الجنود الذين يشتبكون مع عناصر من كتاب القسام وإما لرصد أهداف للمقاتلين ومن ثم استهدافهم من قبل الطيران الحربي لكن هذه القنابل لم تتوقف من إطلاقها تتواجد في شرق مدينة غزة بالتحديد في مستوطنة ناحي العوز وفي بالتحديد هذه القنبلة الإنارة التي تظهر معي في الصورة هي بالتحديد في المنطقة الشرقية لجباليا شمال القطاع وهي تطل على مستوطنة سيديروت هذه المستوطنة التي ما زالت إلى هذه اللحظة هناك اشتباكات عنيفة تدور ما بين عناصر كتاب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي وأنا أتحدث معكم حتى هذه اللحظة الزوارق الحربية الإسرائيلية تضاعف عدد القذائف التي تطلقه تجاه الشواطئ في محاولة منها كما قلت لمنع عمليات اقتحام على الحدود البحرية لقطاع غزة هذه القنابل لنارة كما تشاهدون هي تقوم بإضاءة الحدود الشرقية بشكل كامل في شرق جباليا شمال القطاع والتي تطل على مستوطنة سيديروت التي تمكنت كتاب القسام من اقتحامها والسبب يعود لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستوطنة سيديروت وأيضا عن مناطق واسعة هنا في مدينة غزة وفي كافة محافظات القطاع وتقليل ساعات الوصل هنا في القطاع لا نسمع هنا سوى أصوات انفجارات عنيفة يقوم جراء الطيران الحرب الإسرائيلي وأيضا جراء هذه الزوارق التي تقوم بإطلاق قذائفها تجاه شاطئ البحر وكذلك النيرانها نعم محمد أيضا قبل قليل تابعنا بيانا لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث فيه عن محاولة تسلل سبعة مقاومين في شاطئ زيكيم هل توفرت معلومات إضافية؟ يعني الاطلاق القذائف من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية هي أكبر دليل عن أن الجيش يخشى بالفعل أن يكون هناك عناصر من كتائب القسام قد تمكنوا من اجتياز الحدود البحرية مع إسرائيل هنا في شمال القطاع واجتازوا هذه الحدود فلذلك تقوم الزوارق البحرية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها ونيران أسلحتها تجاه كل جسم يتحرك على شاطئ البحر هناك حالة من الارتباك لدى الجيش الإسرائيلي من أن يتمكن كوماندوز القسام البحري من اجتياز الحدود البحرية والدخول إلى زيكيم والاشتباك مع الجنود فهو يقوم بين الفين والأخرى بإطلاق عشرات القذائف على الشاطئ وكذلك إطلاق النار بشكل مكثف جدا خشية من أن ينجح المقاتلين من الاجتياز هذا في حال حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا معلومات إن كان تمكن عدد من المقاومين من اجتياز السياج الفاصل أم لا لكن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنه تمكن من استهداف سبعة مقاتلين يتبعون لكتائب القسام كانوا في طريقهم لاجتياز السياج الحدودي من ناحية البحر وكانوا يريدون الذهاب والاشتباك واختطاف عدد من الجنود في الحدود الشمال قطاع غزة وأيضا كما قلنا هذه الخشية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة ما زالت قائمة وهناك محاولات إسرائيلية كبيرة جدا لأن يكون هناك انسحاب من هؤلاء المقاتلين الذين تمكنوا من الدخول عبر الحدود الشرقية للقطاع من خلال مراقبة تحركاتهم على طول الحدود الشرقية للقطاع من خلال قنابل الإنارة التي يطلقها بين الفينة والأخرى في كافة أجواء قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر